أخيراً الحمد لله كورس تعليم رسم الواجه كاريكاتير للمبتدئين متاح الوقت على يوديمي الكورس ده للمبتدئين جداً علشان بس اللي لسه ممسكش ورق أو ألم وما بيعرفش يرسم خالص وشايف إن الموضوع صعب يقدر يحصلنا ويشتغل معنا في الاسكيتشات اللي احنا بنعملها مع بعض الكورس إن شاء الله يكون مكوى من ثلاث فصول الفصل الأول رسم بسيط للأوتلين الخارجي وبيعتمد على الأشكال الهندسية علشان نعرف إزاي حط الملامح جوه الوش بشكل مظبوط الفصل الثاني رسم الملامح بطريقة بسيطة يعني إزاي تعرف ترسم عين إزاي تعرف ترسم مناخير ترسم بوء والكلام ده كله وإنت ما بتعرفش ترسم أصلاً الفصل الثالث وده المهم تطبيقات عملية وسكيتشات بنشتغل عليها وبنتعلم بالممارسة الكورس ده متخصص في رسم الوش كاريكاتير بأشكال هندسية بسيطة جداً يعني بدل معمل كورس كاريكاتير كامل ويبقى مكلف ويبقى شيلة تقيلة قسمت القرصات وبدأت بالوش ككورس الوحدة طيب لو أنت مشترك في كورس اسلوب اللي كنا عملناه من فترة كورس تعليم رسم الكاريكاتير ببساطة بالنسبة لك هيبقى الكورس ده عبارة عن سكيتشات بشكل أوسع على جزئية رسم الوش بأشكال هندسية بسيطة يعني أخذنا جزء من كورس اسلوب واشتغلنا عليه سكيتشات وركزنا على التعليم بالممارسة يعني بالنسبة لك المعلومات المفصلة اللي موجودة في الكورس ده مش جديدة عليك بس طبعا لو عاوز تشترك أهلا وسهلا يعني وأكيد هتستفاد من الممارسة والشغل على السكيتشات اللي احنا بنشتغلها إن شاء الله في تطوير مستمر في محتوى الكورس الحالي وخصوصا في السكيتشات اللي بنشتغل عليها لأن السكيتشات والتعلم بالممارسة مهم جدا وفي الخطة إن شاء الله في كورسات تانية كتير متقسمة الموضوعات علشان بس ما تبقاش شيلة واحدة تقيلة زي ما قلنا قبل كده ما تبقاش كورس كله تقيل إنت تاخد الكورس المناسب ليك وتشترك فيه لينك الكورس بخصم كويس جدا في الديسكريبشن تحت هسيبه لك مبدئيا كده وقبل أي حاجة لازم نأكد إن الكورس ده للي ما بيعرفش يرسم خالص مش بس كده لأ وفقد الأمل كمان إنه يعرف يرسم أصلا بنبدأ من تحت الصفر لو إنت يا دوب بتمسك الألم وتشخبط به إحنا بقى هنخليك إن شاء الله توظف الشخبطات دي صح وتكتشف إنك بتطلع منها رسم حلوة جدا فلو إنت ما بتعرفش ترسم الكورس ده ليك بس بشرط ابدأ الموضوع من غير تنشانة استمتع بالشخبط اللي هنشخبطها مع بعض في الكورس ده إحنا جايين نتبسط علشان نلاقي نفسنا مستوانة بيعلم من غير ما نبقى متعصبين أو متنشنين الكورس ده تحديدا هيعلمك إزاي ترسم وش الإنسان كريكتير بخطوط بسيطة جدا بس متوظفها صح بنبدأ بالوش لإنه من أهم عناصر الكريكتير لإنه أهم حاجة في تحديد الشخصية لإننا بنفك الأشكال المعقدة لأشكال هندسية بسيطة جدا وهو أذكر كتير هنتعرف في الفصل الأول إزاي نشتغل على أساسيات الوش بشكل عام والفصل الثاني هنشتغل على كل ملمح من ملامح الوش من عينين وبق ومنخير وودان والحاجات ده كلها وبعد كده هنشتغل على سكيتشات نطبق فيها اللي احنا تعلمنا علشان نعلم مستوانة واحدة واحدة ونلاقي نفسنا بنعرف نرسم وفي البداية مش مطلوب منك غير إنك تجيب ألم رصاص وورقة بيضة ويلا بينا